اه تتهم ليندا اليوم باحتكار دار الاوبرا بتكرار حفلاتها. يا اخي هالاحتكار. رغم انه عندك حفل سنوي فقط انا هيك بعرف. ايه اكيد. مثلي مثل غيري طبعا. ليه 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 ليندا بيطار? ما بعرف يعني انا بستغرب من من هالقصة. انا مثلي مثل اي اي تخريجة من المعهد اه العالي للموسيقى. اي حدا بيقدم على المعهد بياخد حفلة بالسنة. وانا اصلا لا استرجيت. لانه انا بشوف هاد المكان كتير اه كتير مهم. وما لازم مين ما كان يوقف عليه. تخيل انا اه شو بيقولوا لقدرت انه اخد قراري انه انا رح اعمل حفل للي كان بالالفين وستعاش. يعني كان لي متخرجة بحدود التسع سنين. فانا هي اول حفل بعملو للي بالالفين وستعاش. شو كان شعورك الفين وستعاش طلاطي على دار الاوبرا? ايه طبعا شعور كتير كتير حلو وكتير كنت خايفة واخدي على عاطقي هاد المكان انه انا هادا تخرجت منه وهلا اول حفل كامل للي. بسغنيتي قبل ككورال يعني طالع على السيج. طبعا انا كتير كنت ض بكتير بكتير فرق يعني. او كان اه غنيت مع العربية مع مع بتذكر اوركسترا طلب الاستاذ ماجد سراي الدين كمان. فكنت كتير بس حفلة كامل حفل للي انضا بيطار. كان الفين وستعاش. الفين وستعاش لحتى انا حسيت حالي انه انا هلأ بقدر اعمل حفل وهلأ بقدر سكر المسرح وهلأ بقدر الناس تجي. يوم دار الاوبرا حكر على اسماء معينة تنجاب اسماء معينة فقط? لا بس في اسماء هي 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 اصلا يعني بنات هدول المكان. او ابناء هدول المكان. فنحن حقنا نعمل حفلة بالسنة وهذا اللي عم بيصير. حفلة واحدة فقط. تمام. هلأ انا بجوز بنزل فيديوهات كل يعني في فترات طويلة بين الفيديو والفيديو على صفحتي. بقى كل ما يشوفوا فيديو بفكروا حفلة جديدة. فصير انه اللي اندعم تعمل كتير حفلات. انا انا خكرت انه يمكن لانه احيانا بيصير على الحفلة فبتضطر وتعملوا حفلة تاني يوم. تمام هو هذا اللي عم بيصير. يمكن هيدا القصة. هو هذا اللي عم بيصير. انه ب يصير عنده هاي بيمددوله فورا يوم تاني. حفلتك هلأ المقررة ب. سبعة وعشرين. سبعة وعشرين عشر على ما اعتقد. ان شاء الله قريبا. ايه. في تحضيرات لاله. طبعا. وحتغني جديدك. من هلأ بلشنا ايه اكيد. لانه هلأ دخلتي تسجيل يمكن قريبا. ايه عندي تسجيل هلأ الكفر اول واحد وعدت اغاني. هحكي عنهم لبعض شوي. ايه اكيد. البعض بيتهم يعني اه تكرار الحفلات للطلاب والاساذة. نشير ليندا في اسماء تانية. ان كان مثلا ميس حرب ولا اه سومر نجار ولا في طلاب. خرجين ميسو سومر خرجين مع هات. نعم. يعني مثلي مثلون. فبياخدوا حفلة بالسنة. حفلة فقط كمان. ايه وكمان ازا ازا عملوا تاني يوم بيتمدد. يعني هاتشي طبيعي. مين بيحقلوا اليوم يطلع على مسرح الاوبيرا? في معايير حطوها اصلا بدار الاوبيرا. يمكن كان معك الاستاذ انريا اكيد وحكي عن المعايير. بقى في معايير حاطينا. برأيك. 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 كل حدا بيقدم موسيقى صح. وبيعرف شو يعني هاد المكان. يعني نحنا نحنا صرنا بمحل بتعرف يامين انه وقت نحضر حدا. حتى لو كان هاد الحدا كتير منيح. بس منقول انه تصرفاته على المسرح مسلا ما خرج دار الاوبيرا. عرفت شو? صرنا لهالدرجين. الناس بجوز ما تشوف هاي القصة. نحنا حتى منشوف انه كيف كيف لازم فعلا المغني الاكاديمي او المغني اللي بيعرف هاد المسرح كيف البروتوكول عليه. كيف لازم يتصرف. فوقت نشوف حدا عم يتصرف برات هاي القصاص. منقول قدما كان منيح. منقول كتير حلو بس يمكن ما خرج. تيني امثلة. لا. لا. لا لا. بلا امثلة. الاوبيرا شي اكاديمي نخبوي? اي يعني نخبوي نوعا ما. ما نضد انه ما نضد انه ينعمل شي ما نخبوي مية بالمية. يكون حدا مسلا ما ندارس. انا ما ندارس بس ما ندارس بس عنده قيمة فنية معينة. مثل ميادة بسيل الله يرحمك. مسلا. ما عنده هايكتر دراسة الاكاديمية لكن. مسلا. عملت كزحف. وكانت استهد. اكيد. طبعا. مدام ميادة قامة كبيرة. محفورة يعني. ورح تضل محفورة. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. اروح ان شاء الله. اه. كمان من اله. نعرف درست الحقوق لسنتين. كملتي بالمعهد الموسيقى. درست الغناء الاوبيرالي. اختصيتي شرقي. اليوم بلا دراسة وبلا تخصص ولا اكاديمية. اه. شوية صوت مع مؤسرات ومكسرات. بي عمل نجم. شوية صوت مع اه. انا دائما بقول له لطلابي. اه في اسوات اه عظيمة جدا بتجيني. على المعهد. بس ما في هون يعني بحس هون ما بيفكروا. بيفكروا انه خلاص انا بدي يجيب مشاهدات. مه. وبيدي يغني على السوشيل ميديا وهي هي. وهذا هو الفن. مو هذا الفن? لا اكيد لا. طبعا. اه. انا اليوم محامي الشيطان اكيد. ما ربنا الفكرة ابدا. بس عم قلنا. فالا. بقول لهم دائما صوت اقل بشكل شوي. بس فكرة اكبر. فبيعمل نجم كتير كبير. الفكرة مع السوت هو الاساس. يعني الصوت لحاله مهيكفي. مه. ابدا والفكر لحاله مهيكفي. لازم يكون فيه توازن. هاتو التوازن. تمام تمام. يعني اليوم اذا فينا نعمل اه اه دراسة مع شعبية مع واسطة. نعمل فنه? لا. شعبية مع واسطة? ليه الواسطة ضرورية? هي ولا هي ولا هي ولا هاي? لا لا ليش? يعني لازم دراسة. والدراسة بتأدي إلى دراسة مع التحكم يعني مع الواحد يعرف كيف يقدم حاله ضمن الشيء لدرسه بيعمل شعبية في أسماء بتنطرح وبتنفرض لتصير مطرب أو ليصير يطلع ستاج الأوبيرا أو يطلع مسارح هلا كان من قبل ايه بتذكر بس هلا في حطه معايير مستحيل صار في لجنة اذا في حدا منطبق على المعايير لا اكيد ما بيقبلوا فيه أنا ما دخلني باللجنة يا جماعة هلا بيحطوني قالوا لي انه في لجنة من أشخاص بس هلا بيحطوني انه أنا اللي ما بدي أنا ما دخلني بأنا مثلي مثل كل حدا خريج من المعهد العلي الموسيقى بقدم طلب هاد الطلب بيجيني مع الموافق طبعا ورق هلا ليش لا يرفض اذا عم بيعمل سولد اوت وإذا فيه شعبية فما بيرفض بدأتي كفرد من أفراد بانت من كانت في فرقة جسور لوجوه لطرب لأوركسترا زرياب كملتي بعد سولو شو قدموا لك هدو الفرق خبرة يعني أنا مع كل حدا اشتغلت معه عطاني خبرة معينة يعني انت عم تحكي زرياب يعني استاذ رحت خلف يعني من أهم الأساتذة ومن أوائل الأساتذة بالمعهد العالي الموسيقى أكيد قدم لي كتير من خبرته وشتغلت معه مسرح غنائي فأنا هاد الشي ما يعني ما اشتغلته غير معه باقي الفرق كيف خبرة المسرح كيف انت تتحكم بصوتك تكسر هذا الحاجز بينك وبين الناس كل ما طلعت على المسرح كل ما كونت شخصيتك الغنائية لبعدين يعني عصية المسرح ليش ما عنا مسرح غنائي اليوم ليه ما بنعمل هيدا الشو ولا كان الأستاذ رعد مشروعه كتير مهم كتير مهم قبل يمكن بالأزمة توقف هلا في أوركسترا ماري يعني عم ترجع يعمل هيك شي بس كان كتير مهم الموضوع بينقص نص ولا كمان إنتاج طبعا بينقص كل شي بينقص كل شي عنا ما بعرف شو بدي لكن يمكن نحن ربيعنين على المسرح الغنائي الأديم فشوي منستصعبة إذا ما كان قد المستوى إذا ما كان قد المستوى إيه تماما يعني أنت بس تكون متعود على سوية معينة خافي تخطر إيه تمام كفتي لحالك أفضل كان حقق لك ذاتك أكتر حقق ليندا أكتر هلا كل هاد الشي بنى شخصية ليندا المغنية وبالتالي العزم ليندا تاخد خطة فهذا اللي سأت بتأصري على كلمة مغنية إيه وجعني انتقادات إنه ليش كاعد بين مغنية ردت عحدا إنه أنا اللي طلبت المغنية هي تسمية أكاديمية للي حدا اللي بيغني تسمية شعبية يعني المغنية مغنية أكاديمية أكتر ايه تمام تمام فهي هاي التسمية اللي أنا بحبها كتير